رئيس السيسي يبحث هاتفيا مع ناظره السنغالية الاستعدادات التحضيرية للقيمة الافريقية السنوية المقبلة الرئيس السيسي يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في مختلف المجالات الرئيس السيسي يؤكد أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة الاقتصادية العالمية منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جراناتش ونشر إخبارية تأتيكم من القاهرة مشاهدينا تحية طيبة والبداية مع الزميلة سامر الزهيري سامر إليكي شكرا لك يا هوجر أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس السنغالية حيث تناول الاتصال استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم هذا وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الرئيس السنغالي على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2022 من جانبه أعرب الرئيس ماكيسال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي وهو ما عكس حرص نصر بقيادة الرئيس السيسي على أعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة كما أشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول أيضا التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب النقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكداً متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات من جانبه نقل السيد بيرنز إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة السيد الرئيس لسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين فضلا عن تبادل يجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك شهد الرئيس عبد الفتاح أسيسي الاحتفالة بالذكرى الحديث وسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وفور وصوله مقر الأكاديمية قام الرئيس السيسي بوضع إقليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة كما حرص سيادته على التقاط صورة تذكرية مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة تقدم الرئيس السيسي بتحية اعتجاز واحترام لأسر شهداء الشرطة وأكد خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الشرطة أنه لا يوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن وهو ما فعلته أسر الشهداء عن طيب خاطر اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بأسمع عبارات التحية والتقدير كل عام وأنتم بخير وأسمحوا لي كذلك أن أتقدم بتحية اعتجاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة فليوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء فداء للوطن وهو ما فعلته هذه الأسر عن طيب خاطر لا يبغون جزاء ولا شكورة إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شابخ القامة لا يخضع لمحتل ولا يقر أمام تحدي مهما بلغت صعوبته هذا وأوضح رئيس السيسي أن يوم الخامس والعشرين من يناير لم يكن رمزا فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحياتهم وأنم عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب كما أكد الرئيس السيسي أن المصريين حافظوا على دولتهم وأحاموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية بروح التحدي وصمود الجبارة التي يملكونها فخلال السنوات الأخيرة كان الروح التحدي تلك حضور لافت في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات لو وجدنا أن قليلا من التقديرات ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة ستعبر هذه المرحلة الصعبة من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها حافظوا على دولتهم وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتذبيت أركان الدولة إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تكسيدا لأحلام المصريين وأمالهم كما شدد الرئيس السيسي على أن بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومي بجميع عناصره ومكوناته وكما أن الاقتصاد لا يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة فإن الوطن لا يحيا ولا يبقى بدون حماية الأمن القومي وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم وأنتم الشعب النصري العظيم الواعي المدرك لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها وانعكاسات ذلك على الداخل وفي هذا الإطار تقوم هيئة الشرطة المدنية بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا ممتنا ومقدرا وشاكرا إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيى على هذه الأرض الطاهرة وأشار الرئيس السيسي إلى أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء والتكاليف الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم تحميلها للمواطنين مشددا على التزام الدولة بمساندة المواطنين والوقوف معهم إن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية حملت للعالم بأسره ونحن جزء منه أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية للأوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنزل بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكان التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين بأقسى ما تستطيعه قدرتنا وعلى الرغم مما سبق فإنني أعلم أن آثار الأزمة كبيرة وتسبب ألاماً لأبناء الشعب لا سيما محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً الذين يخدون كفاحاً يومياً هائلاً نقف أمامه داعمين ومساندين لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم ومواجهة ارتفاع الأسعار وأكد أن التزامنا بمسانداتهم ولقوف معهم هو التزام ثابت من الدولة لن ولم يتغير كما شدد الرئيس السيسي على أن المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتحسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب ولشعب مصر العظيم أقول بكل الصدق أولاً إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة في وقت قصير فنحن في الحقيقة في سباق مع الزمن لتجاوز مخاطر وتدعيات الانفجار السكاني أخرج تاني؟ طب أخرج تاني صحيح يعني بتلموني وبتلمون الحكومة طب حد يقول إيه طب نقدم نقول ملامة تانية لموضوع النمو السكاني داود أنتوا تكلموا في 2 مليون على الأقل يعني في 10 سنة 20 مليون طب إحنا مواردنا زادت أولاً عشان تكفي قبل 20 مليون دونما ييجوا طب لما ييجوا بقى 20 مليون ليس لهم طلبات في كل شيء طلبات في أغذية وطلبات في مدارس وطلبات في مستشفيات وطلبات في اسكان وطلبات في وظايف يعني وثانياً أن المشروعات التنمية الكبرى التي تنفذها الدولة لا تهدف إلى التفاخر أو التباهي زي ما ذكرت لحضركم وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية الشاملة التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب إنه من المستحيل قولاً واحداً أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك من مدن وطرق وشبكة ناء ومواصلات وتكنولوجيا وكهرابة ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار وسالساً إن الأزمة أزمة الفجوة الدولية أنا أقصد يعني ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر يمكن رزه من جانب المتخصصين وجوهرها وضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة أكد الرئيس السيسي أن تحقيق الآمال يتطلب جهداً وصبراً وقوة تحمل معرباً عن ثقته في تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية العالمية شعب مصر العظيم أن تحقيق الآمال يتطلب جهداً وصبراً وقوة تحمل أو بكلمات أخرى يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها عبرت عن أحداث الخامس والعشرين من يناير عام اثنين وخمسين وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائماً على مستوى التحدي وقادرين على هزيمة بل وقهر وثقة في الله وفي الشعب شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا بالعمل المخلص والجهد الذي لا ينقطع والإيمان بأن الله لا يضيع أجرى من أحسن عمله وأننا قادرون على بناء وطن يحقق آمالنا في الحياة الكريمة والتقدم والازدهار أشكركم وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلام وهيئة الشرطة في تقدم ونجاح في خدمة الشعب والوطن كما أوضح رئيس السيسي أن هناك دائماً محاولات لتضليل المواطنين معبراً عن ثقته في وعي الشعب المصري أتكلم على ما يتردد من أن الأزمة التي نحن موجود فيها هي أزمة بسبب المشروعات القومية وحسأل بالإضافة للأسئلة اللي أنا طرحتها العامة أو الرئيسية دي يا طرى هل كان ممكن قناة السويس اللي كانت دخلها أربعة وفي أحسن الحالات أربعة ونصف مليار دولار ما يتمش تطورها وييجي النهاردة بعد تقريباً سبع سنين يكون دخلها السنة دي وصل لتمانية مليار دولار هل كان ممكن أن إحنا نتجاوز ونطورش القناة دي عشان تجاب التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده وما نستفدش بالرقم اللي أنا بقول عليه دلوقتي واللي إحنا منتصورين عندما عملت الدرسات لموضوع قناة السويس أنها تستهدف الوصول إلى 10 أو 12 مليار دولار سنوية هل الرقم ده جنب الرقم اللي تم تطوير القناة في ساعتها يعتبر رقم كبير طيب كمان نقطة أخرى في المشاريع القومية هل كان يمكن الأزمة أو أزمة الكهرباء والطاقة اللي كانت موجودة وكلنا كنا شايفينها لكن لا أعزين ننساها عايز أقول لكم النهاردة إذا كنا نتكلم على على الأقل 1.5 تريليون جنيه لموضوع الطاقة اللي هو موضوع الكهرباء يمكن والغاز هل كان ممكن النهاردة الدولة المصرية تستمر وأعايز أقول إن في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول يعني إحنا زدنا 14 مليون وفي العشر سنين من 2011 اللي النهاردة زدنا يجي 20 مليون هل كان ممكن النهاردة وإحنا كان عندنا أزمة كهرباء إن ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء عشان تجابة الطلب وأيضا التنمية اللي إحنا بنستهدفها كان ممكن نحصل ده أنا بتكلم في أسئلة واضحة جدا لنا كلنا أسئلة محتاجين إن إحنا نتوقف منها لأنه في محاولات دايما لتضليل الناس ويخدوهم في حتة تانية خالص أنا عندي ثقة في الناس وعند ثقة في الشعب المصري إنه هو فاهم ده ويشايفه بس أنا بأكد عليه كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة قادرة على الحفاظ على كل قطعة من أرضها وأنها نجحت بنسبة كبيرة في القضاء على الإرهاب كما كشف الرئيس السيسي عن إقامة احتفالية في العريش ورفح وشيخ زويد قريبا للإعلان عن التخلص من خطر الإرهابي بسينا بقى لي ثلاثة أربعة مرة أتكلم على إن إحنا موضوع الإرهابي الحمد لله إحنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا إن إحنا نخلصه وفي احتفالية إحنا هنعملها مش هنا في مصر هنعملها في العريش ورفح وشيخ زويد فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة تنزل من سبع سنين أولا ثمان سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس مش كده أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد ثمان سنين مش قادرين نعمل ده طيب أنا هنروح نعمل الاحتفالية دي والعريش زي ما هي ورفح زي ما هي لا لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على إن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها محدش يقدر محدش يقدر طب آه طب التمن كان كبير طبعا مش فلوس مش أموال لا ده دم ومصابين وشهداء راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى ونتمنى لهم إن هم إن إحنا يعني ربنا جمعنا بهم بسلام وأمان في يوم عظيم في يوم القيامة بقول ده اتفع تمن من شعب مصر كله وبالمناسبة دول أبناء كل اللي موجودين قدامي واللي موجودين كمان في بيتهم مش شافينهم دلوقتي وعشان كده دايما بأكد لما أتكلم على الشهداء والمصابين في مناسبات يقول لك يعني ده مناسب مناسب في كل وقت ولا يمكن إن إحنا ننساهم ومش وعب علينا جدا إن إحنا ننساهم كما أكد رئيس السيسي أنه لا أحد يستطيع القضاء على الدولة وشعبها مشيرا إلى أنه خلال الفترة في 2012 و2013 كان حريصا على عدم الدخول في الصراع مع أي طرف وتجنب المواجهة استكمالا للنقطة دي هل بقى بعد وإحنا بنقابل شوية تحديات زي اللي إحنا بنشوفها دلوقتي كلنا نبقى خايفين ولا وسقين في الله أولا ثم في أفنوسنا الثقة في مين في الله أولا ثم في أفنوسنا هل إحنا عملنا حاجة كشعب أزينا أو اعتدينا أو يعني إحنا صبرنا صبر كبير جدا جدا عشان منخشش في صراع مع حد وربنا اللي يعلم وحاولنا بقدر الإمكان خلال فترة 2012 و13 إن إحنا ما نصلش أبدا لمواجهة بس ما نجحناش مش أنا اللي منجحتش هم اللي منجحوش هم اللي منجحوش وتصورنا هم ممكن قوي باللي بيعملو يهدوا مصر وكنت دايما أقول ما فيش حد يغلب دولة ما فيش حد يقدر يضيع شعب ما فيش حد يقدر ما فيش حد يقدر فمهمة أول إن إحنا مش بس نسمع لو نقوله دلوقتي وحتى نصفق لي لأ نصمد ونقف زي ما وقفنا لهم نقف لزروفنا وزروفنا بش بتاعتنا هم اللي عملناها زروف القدر سبحانه وتعالى قدر الله سبحانه وتعالى شاء إن الدنيا تبقى كده التلس سنين اللي فاتوا ويمكن تتسابير معنا شوية كمان طب حنعمل إيه إحنا كدولة بنحاول بكل ما قطينا من قدرات والقدرات دي مش بتاعت ومش بتاعت العكوبة لقدرات الدولة ملك الدولة إن إحنا نحاول ما أمكن إن الأمور دي ما تبقاش ضغطة على الناس وإن شاء الله إن شاء الله حناجحين وحناجح عكتر وفي مداخلة له خلال الاحتفالية أكد الرئيس السيسي أن مصر قدمت أبطالاً ورجالاً على مر تاريخها مواجهاً بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة لتعريف الجيل الحالي بما قدموها من تضحيات لخدمة الوطن مشيراً إلى أن محاولات القضاء على الشرطة والجيش كانت تهدف إلى هدم الدولة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ أحمد أنا أشكركم كلاني والمجموعة كلها وأعيز أقولكم إن إحنا محتاجين اللي أنتم عملتوا ده لو طلع حتى مسلسلات كل مسلسل خمس حلقات لكل شخصية من الشخصيات اللي أنتم ذكرتوها دي هتعرفوا الناس قد إيه إن البلد دي كان طول عمرها يعني بيقول ولادة للأبطال والرجال اللي الظروف قدمتهم بس الناس ما تعرفهمش وإن كانت تعرفتهم ساعتها ما تعرفهمش دلوقتي فأتصور إن إحنا محتاجين نطلع الشخصيات دي بالشكل اللي يليق بيها مش لازم بمسلسل طويل يعني ياخد مدة طويلة لكن يعني فقرة حتى كده خمس حلقات لكل شخصية والدراما تشتغل فيها وتقدم من الصورة اللي إحنا محتاجين مش نحسنها نحافظ على حسنها الصورة اللي إحنا محتاجين نحافظ على حسنها اللي هي صورة المصري اللي بيعمل في القطع ده لأنه هو مصري واللي إحنا كان حولها كبيرة جدا اتعاملت خلال السنين اللي فاتت واللي كان أخرها من عشر سنين ولا أكتر الهدم كان هدفه حلوحد إن الجناح ده مبقاش موجود عشان البلد تتاخد هو كده اللي عايز يعرف نقصر الشرطة ليه عشان ناخد البلد نقصر الجيش ليه عشان ناخد البلد أو نضيح شكرا جزيلا بتشكرين شكرا جزيلا موسيقى اشتركوا في القناة 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 بكل تفاصيله والقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ففي مجالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قراراً اشتركوا في القناة 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 مسألة إشراك جميع الإمكانات العسكرية للبلدين من أجل ضمان أمن دولة الاتحاد وجه الرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالتحقيق في المعاملات الضربية الغامدة للزعيم حزب المحافظين ناظم الزهاوي في الوقت الذي تعهد فيه باعتماد النزاهة في حكومته وكلف أن سوناك مستشاره للأخلاقيات الحكومية بالتحقيق فيما إذا كان الزهاوي الذي يشغل مقعدا في الحكومة البريطانية قد انتهك القانون المتعلق بعمل الوزراء عبر دفعه غرامة لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة بهدف تسوية نزاع بملايين الجنيهات الاسترلينية وقال سوناك إن هذه المسألة تواجهها أسئلة تستحق إجابات رافضا في الوقت الحالي إقالة الزهاوي حذر خبراء اقتصاديون من أن الركود المتوقع أن يضرب المملكة المتحدة قد يكون ضعف ما كان يعتقد به سابقا وتوقع الخبراء انخفاضا بنسبة 7 من 10 في المئة هذا العام يليه نمو بنسبة 1.9 في الماء و2.2 في الماء في العامين المقبلين كما توقع الاقتصاديون أن يصل التضخم إلى 7.2 في الماء هذا العام أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكتمع مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين كارثي لمناقشة أزمة سقف الدين الأمريكي وكان مشرع أمريكي قد أعلن أن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة حول ملف سقف ديون الولايات المتحدة عبر إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المضي قدما في رفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة لمكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا في منطقة اليورو واعتبرت لاغارد الانفصال عن روسيا العام الماضي منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا دفع بالتضخم في مجال الطاقة في منطقة اليورو إلى مستويات غير عادية مما تسبب بارتفاع معمم الأسعار بأكثر من 10% في أكتوبر وقالت لاغارد أن البنك سيستمر في نهجه لضمان العودة السريعة إلى هدفه البالغ 2% في حين أن تراجع القدرة الشرائية الناجمة عن ارتفاع الأسعار بات مصدر قلق رئيسي للأوروبيين أعلن المكتب الإحصائي الأوروبي يورستات زيادة عجز ميزانيات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وأكد المكتب أن العجز العام في ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي نمى بشكل كبير في الثلث الأخير من العام الماضي على خلفية إجراءات خفض أسعار الطاقة وبحسب يورستات فإن الزيادة في العجز ترجع أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مدنية للمساعدة في مراقبة الحدود غير المستقرة بين أرمينيا وأذربيجان وخلال اجتماع الوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد سيؤسس مهمة مدنية في أرمينيا للمساهمة في الاستقرار وبناء الثقة وضمان بيئة مواتئة لجهود التطبيع بين البلدين رياضيا خسر منتخب مصر مباراته الأخيرة في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد أمام ناظره الدنمركي حامل اللقب بنتيجة ثلاثين هدفا مقابل خمسة وعشرين وبهذا سيكون المنتخب الوطني الذي حجز مقعده مسبقا في ربع نهائي البطولة على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب السويد البلد المنظم ووصيف حامل اللقب يوم الأربعاء المقبل بحثا عن التأهل إلى نصف نهائي البطولة يواجه فريق الأهلي نظيره البنك الأهلي في أستابع مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري المنتازة واختتم الفريق تدريباته بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة برصيد أربع وثلاثين نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي إثنتين عشر نقطة يواجه فريق زبالك مضيفه غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم ضمن لقاءات الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري الممتاز وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي فريرة قائمة الفريق التي شهدت غياب التونسي حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق شيكبالا كما يستمر غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة والسنغالي إبراهيم نداي هذا ويمتلك الزمالك ست وعشرين نقطة بينما يمتلك المحلة إثنتين وعشرين نقطة مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة وإليكم تذكير بأهم عنوينها الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع نظيره السنغالية لاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة الرئيس السيسي يؤكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا في مختلف المجالات ورئيس السيسي يؤكد أن توجيهاته المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة الاقتصادية العالمية وختمنا مشاهدين الكرام لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستورة وجوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة والشكر موصول لزميلة هاجر سليمان وهذه تحياتي لحضراتكم أنا سمر الظهري إلى اللقاء